السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم صاحب الكورة خناءة علاء صادق وشادي عيسى بالشتايم دوري ابطال افريقيا امام بوابت الزمالك حملة تطهير في قناة الاهلي اول حاجة شفنا من كم يوم او انا مكوش بركز في الموضوع ده والله بس لمحت كم تويتا كده على تويتر من علاء صادق ومن شادي عيسى ده يقول لده شادية وده يقول لده ترتر وده يقول لده مش عارف ايه كلام كده غريب وعجيب جدا والمفروض ان يعني دي ناس عندها قنوات يوتيوب وبتقدم محتوى للناس وناس كانت فيهم الايام اعلمين وبطلعوا في التلفزيون فلما يوصل الموضوع يعني لهذا او لهذه الطريقة من النقد او من الخلاف يبقى احنا يعني في وضع سيء جدا 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 قبل اي حاجة بعد اذنكم محدش من فضلكو يخش يدافع عنده ولا يدفع عنده لو عايز دافع عنده او يدافع عنده من فضلك ما تكتب ليش كومنته ان كومنته بيحرق دمي هاتش يقول لي علاق صادق اه بيرد على شاد عيسى هو اللي بدأ الشتيمة روح اشوف عمر الدرديل وقارد جمدور بيقوله ايه روح تنيجي يقول لي لأ شاد عيسى بيرد على علاق صادق معلش روح اشوف علاق صادق وابراهيم المينيسي ومش عارف مين فكك فكك بجد والله العظيم عشان كلها شبه بعضها مهما روحت ومهما جيت ومهما قلت ما يتعمل لكش غسيل دماغ كلها شبه بعضها كلهم بيعملوا كده يعني ده بيشتم عشان يوصل ترند وده بيهين عشان يفضل عنده الريتش عالي وده بيلقح عشان خطر يجيب مشاهدات وده بيردح عشان خطر يجيب لايكات فكك كله شبه بعضه من وجهة نظر ياهو مع كامل احترامي للجميع ما بنتقدش اشخاص بنتقد محتوى انا ضد الطريقة والاسلوب اللي بيتكلم بيهم يعني الاشخاص اللي هقولهم دول دول اللي انا بشوفهم بعيني او بشوفهم بعيني ازاي كده بشوفهم بعيني او بسمحهم بودني او بقرار لهم كومنتات او تويتر انا اولا ما بشوفش برامج رياضية تماما انا بس بتفرج على مقاطع اللي بتنزل على النت دي اللي هربع دقائق خمس دقائق ما ليش خل مش خل هتفرج على برنامج بقى ما بقدرش بستحملش ففي ناس هقولهم دلوقتي مع كامل احترام شخصهم انا بانتقد سواء المحتوى بتاحهم يعني الناس اللي هقولها دي انا ممكن اكون بانتقد محتواهم او بانتقد اسلوب كتاباتهم على تويتر او على وسائل التواصل الاجتماعي او اسلوبهم في الاعلام مش شرط يكون موضوع يوتيوب وكده علاء صادق شادي عيسى خالد النظور عمر الدردير علاء عزة اه رب افتكر اه من تاني انا مش هاب بنسى رضو عبدالعال اه اه انا مش هاب بنسى بسرعة عليه كده من تاني انا مش هابل انسيت معلني يعني دول اعتقد دول ابرز ناس موجودين دلوقتي كنت زمان لما كنت بتابع بعض المقاطع لبرنامج ملك وكتابة كنت منتقد ابراهيم المينيسي وعادل القياعي مع كامل احترام لكل الناس دي دلوقتي ما بقاش يجي قدامي حاجة ما بقوش ترند ما بقيتش هتابع يعني ما فيش حاجة تزهر قدامي اصلا دايما اللي بيزهر قدامك هو الترند يعني بس انا باعترض تماما لاعتراض على كتابات علاء صادق وانه بيقعد يتكلم عزة ملك باسلوب وحش جدا وقول لك السرك والبهلوانات والقطيع واللي 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 عيب انت بيتيهين كيان نادي الزمالك ده مش اسلوب حلو على فكرة تلات اربع اللي بيهجموه في الكومنتات اهلوية ده ده عرفك ايه ان كل الاهلوية مش هقول كل ان كل دي بتعم ولا هقول كل الزمالكوية معظم الاهلوية عارفين امت الزمالك ناس محترمين ناس افاضل ناس فاهمين كورة ناس بيدفعوا عن المنافس قبل حد يدفع عنه. دي حاجة والله ممتزة جدا جدا جدا. كتابات شادي عيسى آآ برضو لما بيجي يهجي مع العلاق صادق برضو بتبقى ايه ترتر وبير بير واق. نجد عن انتو 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 ناس بيمشي وراكو ناس كتيرة وبتباعكو. ماينفعش اقسم بالله. انا بتكلم كاخ. والله ماينفع. ايه المشكلة مع العلاق صادق مسلا يطلع اتكلم على الزمالك باحترام. يعني هيحصل ايه? ليه تقول سيركو باهلوان ونادي الزمالك اللي هم جمهور الزمالك اللي عنادهم ما يجيبش اتنين مليون. ليه? ليه بتقلل من قمة النادي? ليه? ليه الجمهور عمل لك ايه? عندك مشكلة مع الادارة? خليها مع الادارة. بس خلي كامل احترامك للجمهور واللنادي. عيب والله العظيم. على فكرة الاسلوب ده بيكلش مع الاهلوية. الاهلوية الافاضل اللي فهمين كورة المحترمين معظم الاهلوية بيرفضوا ده تماما. والله انا ليه اصدقاء الاهلوية بيتضايقوا جدا من العقصة دي بيقدموا بيكتبوا. شادي عيسى انت كنت صحفي كنت موزيع على قناة الزمالك وتقدم برنامج ليه بتتكلم بالاسلوب ده? عشان ايه يعني? خليك انت احسن يعني. خد غندور. تلا بتربع كتاباتك بتستفز جماهير الاهل. عمر الدردير انت تطلع يعني بتتكلم كلام مستفز جدا وصعب جدا والله. ليه? ليه حرارة بتعمل كده. ليه اصد علاء عزة بيعمل كيف تقول انت وعمر الدردير تتنقشوا في بعض وتغيزوا بعض. وده بيعمل على فكرة والله العظيم تعصوا. من الجمهور. يا عم انا شفت مرة اتنين بيتخنقوا بسبب عمر الدردير وعلاق عزة. مين اللي صح فيهم? يا عم تتخنق مع صاحبك عشان مين? عمر الدردير عزة هم قريبك. هم بيتخنقوا احنا ملنا. كل ده يا بقاك شو? سيبك من اللي بتشوفوا ده ده يتضربوا بعد. ولا اي حاجة بقروجة عشو سوا هو صاحبين ولا اي حاجة في الكلام ده? مؤخرا كابتن متحة شلبي دخل شمال في سارة عبدالحفيز. ابراعي عزة دخل شمال في سارة عبدالحفيز. سارة عبدالحفيز اصلا ذات نفسه اللي انا بقوله لك برضو. هقول لك ايه? انت راجل مدير كورة. باتكلم بما يقول دي الله. باللي انت قلته ده? انت فتحت على نفسك ان اي حد معدي في الشارع ينتقدك. الناس لها لازمة وناس لها كامل احترامها وناس ما لهاش لازمة. متكلم في عمتا في مصر. ان في ناس تنتقد واحد. الناس ما لهاش اقتربية لازمة. روح طالعك ايها تنتقدك. هي ما لهاش ايه كينونة وتشتمك وتشتمك بابوك وبامك. في ايه يا عم? برضو عيب سارة عبدالحفيز يطلع يتكلم ويقول معلش غير نتكلم بكل حق انتو عارفين ما تكلم بالحق. يقول الاهل فاضله. سبع آآ تسع ماتشات والزمريك فاضله سبع ضربات جزاء. ايه. ايه والله. ماش لازمة. ترجل كبير. ترجل مدير كورة. مدير الكورة لنادي الاهلي اللي هو اكبر نادي في افريقيا حاليا او اكتر نادي تحقيقا للانجازات والبطولات. تاني نادي في العالم قريا تحقيق البلطولات القرية. مش محتاج تقول الكلام ده. ايه يعني. ايه والله العظيم برضو. فالمنزومة خلينا نتكلم بقى متفقين احنا حباب في الاخر يعني لسه لا نحفيز قريبك ولا خليد ننظر قريبي ولا المنزومة الاعلامية الرياضية في مصر بقت في مستوى سيء جدا 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 جدا. ولازم الفترة القادمة يحصل آآ رقابة على المنزومة دي اي حد بيثير الفتنة بيثير التعصب بيقدم برامج فيها اخناقات او تعصب او غلط في حد برنامجه يتوقف من غير كلام كتير لكن كله بيعلي مشاهدات كله بيعلي نسم كله بيطلع يعمل كله يعني عايز اقولك انه خش كمان على يوتيوب اي حد بيطلع على يوتيوب يترقص ويهلل ويزيت ويعمل ويطبل ويشتم ويعمل تقفلوا قناته ممكن تكون مصدر اكل عيشه فبلاش تقفلها يا عمي حزره مرة واتنين وثلاثة بتاع لعمل الكامعة برامج بلاش يا عمي توقف له قناته او توقف له برنامج وده مصدر اكل عيشه حزره مرة واتنين وتلاتة لو بعد تلات مرات ما تحذرش لا خلاص بقى هو اللي يستهل وبعته تحذير قل له احنا لو ما التزمتش الحيادية هنوقف برنامج احنا لو ما عملتش احنا 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 مطلوب يا جماعة بعد اذنكم نرتقي نقدم محتوى محترم نقدم محتوى دايما دايما وانت بتفكر انك تقدم محتوى على فكرة يعني انا انا بعتبر نفسي واحد بالنسبة بتقدم محتوى محترم بس يا عمي انا اقلهم في ناس بتقدم محتوى محترم احسن مني بمليار مرة انا اقل واحد فيه ولكن دايما الانسان بيقدم محتوى محترم وهو بيعمل الفيديو بتاعه بيبقى كل همه ان هو لو طفل شاف الفيديو ما يتعلمش كلمة ابيحة او كلمة سيئة او كلمة بزيئة كلمة وحشة يعني انا قاسف ان حتى بقول كلمة ابيحة يعني اتفرج عادي ممكن تخلي ابنك تفرج عادي جدا على الفيديو مش هستل اي مشكلة ما علينا خلينا نكمل موضوعنا الشيق والمثير والممتع دوري ابطال افريقيا امام بوابة نادي الزمالك ليه طب ليه 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 رخيمة ليه ليه رخيمة بجلبة ليه بتاعدي من ورا يعني اطلع محور ما اها يا عم اه اعدي من ايه نقولك لو طلعنا كبري خمسطور مايو هننزل جامعة الدول طب هتطلع كوبري اكتوبر يا معلم انت جاي من ايه انت جاي من الزمالك خد كوبري اكتوبر اه وينزل اعتقد في طريقتين انا نسيه بس والله بخش عشي بي اس كده ليه 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 استبغض النظر يعني انا بهزر اه في ناس طلعت دلوقتي وقادت ان اه نادي الاهلي بيصر على ده وان الناس هترفع اه شكوى ان الاهلي بيصر على اثارة الفتن وعايز يغيز نادي الزمالك وعايز يعمل وعايز يسوي يعني الموضوع ابسط من كده اه حتى لو في سنة غيز او مكايدة او ايا كان موضوع بسيط يعني مش بيحتاجين ان احنا يحصل شكوى وقضية وما لهاش لازمة الموضوع بسيط اوي 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 وناخد بصدر راحب عادي والله يا جماعة فانا بس بحبيت اقول ان الموضوع بسيط اوي وما لهاش اي لازمة يعني عادي فرقة بتنقل لدرع بتاعها مش هتحجر عليها انا مالحديش من من المنطقة دي يعني مش هتحجر عليها انا بقى يعني عادي من المنطقة لانا عايزها يعني وانا جيت قدامك ووقفت قدام النادي وعادت ازمر وارقص وجيب ناس وعملت فرح عبديت خلاص يعني حمل التطهير في قناة النادي الاهلي اه اخبار عن اجتماع عاجل هيتم قريبا جدا من مجل اصدارة النادي الاهلي والشركة الراعية او الشركة المسؤولة عن ادارة قناة النادي الاهلي ويحصل فيها حملة تطهير كبيرة وفيه معدين هيمشوا ومزيعين وناس هتتغير وناس هتروح وناس هتيجي وناس هتصورين عن القناة واحتمال يحصل تعديل في العقود مع الشركة اه المسؤولة عن ادارة النادي الاهلي وقصة كبيرة كده هتحصل قريبا وابعد طبعا ان حتى قناة الاهلي ما زاعتش البيان بتاعة بتاع النادي الاهلي. دي الاخبار اللي وصلتني. ما تبعتش بالزبط ومزعوة لأ بس دي الاخبار اللي الناس كلها قلوها لي وكل الاهلوية يا حبيبي قلوها لي. آآ يعني ليه اصحاب قلوية كتير طبعا. وليه اخوات زمنكوية كتير طبعا. وليه ناس اسمها اللوية حبيبي. فالحمد لله يعني. فوصلني كلام ده ما ما تمش ازاعة البيان برضو انتم ممكن تصححولي. ولكن هيحصل وقفة كبيرة جدا جدا مجلس دارة النادي مع قتل النادي الاهلي قريبا. تعالوا بقى ان شاء الله نتفرج كده ونتابع فترة جاية حصل فيها ايه لنفترة الجاية مولعة. فركز كده معايا وصحصح الله يرضى عليك. كان مع اخوك عمرو عاطف وقامات صاحب بكرة. ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.